السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي طالبات الصف الثاني درسنا اليوم هو الجمع باستعمال النماذج الجزء الثاني صفحة 234 سنتعلم اليوم كيف نحل مساء اللوظية باستعمال النماذج أو الرسم السؤال ثمانية أحل المساء الأدنى يمكنني استعمال النماذج لمساعدتي على الحل في يوم الجمعة ذهب 354 شخصا إلى المعرض وفي يوم السبت ذهب 551 شخصا إلى المعرض ما العدد الكل للأشخاص الذين ذهبوا إلى المعرض؟ المعطيات الموجودة في السؤال يمكن أن أستخدمها في الحل يوم الجمعة ذهب 354 شخصا يوم السبت ذهب 551 شخصا إلى المعرض المطلوب ما العدد الكل للأشخاص الذين ذهبوا إلى المعرض؟ أستخدم المعطيات في إيجاد الناتج يجب أن أضم الأعداد لكي أجد العدد الكل للأشخاص الذين ذهبوا إلى المعرض أي سأستخدم عملية الجمعة أكتب الأعداد في جدول القيمة المنزلية حسب القيمة المنزلية 354 أكتب أيضاً العدد الثاني خمسمائة وواحد وخمسون خمسمائة في المئات واحد وخمسون في العشرات يمكن أن أرسم ليساعدني الرسم على الحل أرسم في البداية وأنمذج العدد الأول ثلاثمائة واحد اثنان ثلاثة خمسون سأرسم خمسة أعمدة في العشرات أربعة مربعات صغيرة في الآحد ونمذج أو أرسم العدد الثاني خمسمائة خمسة في العشرات خمسة ومربع صغير يمثل الآحد في منزلة الآحد أبدأ الآن بعملية الجمع دائماً عندما نجمع نبدأ بمنزلة الآحد في جهة اليمين أربعة زائد واحد يساوي خمسة أكتب الناتج في منزلة الآحد أنتقل إلى المنزلة الثانية العشرات واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة أعمدة خمسة زائد خمسة يساوي عشرة تعلمنا سابقاً عندما يكوننا تجمع عددين في منزلة عشرة أو أكثر يجب أن أعيد التجميع بما أنه هذه العشر عشرات تساوي مئة واحدة أي سأعيد التجميع سأكتب مئة واحدة أعيد تجميع عشرة عشرات إلى منزلة المئات أي حولتها إلى مئة واحدة سأكتب الآن صفر لم يتبقى لدي أي شيء من الأعمدة إذن سأكتب صفر وأعيد تجميع المئة الواحدة في منزلة المئات بقي لدي الآن عملية جمع منزلة المئات ولا أنسى الواحد في إعادة التجميع واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة زائد خمسة يساوي تسعة إذن العدد الكل للأشخاص الذين ذهبوا إلى المعرض هم تسعمائة وخمسة أشخاص أنتقل الآن إلى السؤال رقم عشرة استعمل الأعداد الموجودة في البطاقات اكتب الأرقام الناقصة في ناتج الجمع نلاحظ أن المسأل عددين أو المسألتين هي ناتج جمع عددين كل منهما متكون من ثلاثة أرقام عندما أقوم بعملية الجمع يجب أن أبدأ بجهة اليمين منزلة الآحات ثمانية زائد ثلاثة دائما أضع الرقم الأكبر في ذهني وأكتب الرقم الثاني أو ممكن أطلع على أصابعي بعد الثمانية تسعة عشر أحد عشر بما أن ناتج الجمع يتكون من عددين يجب أن أعيد التجميع للمنزلة اللي بعدها أحد عشر الواحد في الآحد وأعيد تجميع الواحد في العشرات أقوم الآن أنتقل إلى منزلة العشرات أجمع ولا أنسى الواحد في إعادة التجميع واحد زائد أربعة خمسة ستة سبعة إذن استخدمت بطاقة رقم واحد وسبعة أنتقل إلى المسألة الثانية أيضا أبدأ بجمع الآحات ألاحظ هنا في رقم أربعة خمت تسعة زائد خمسة أيضا التسعة في بهني أكتب خمسة خطوط لأمثل العدد خمسة واحدين ثلاثة أربعة خمسة بعد التسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن ناتج جمع الآحد أربعة عشر الأربعة في الآحد وأعيد تجميع الواحد لأن العدد الناتج يتكون من رقمين الآن أجمع منزلة العشرات ولا أنسى الواحد في إعادة التجميع واحد زائد ستة سبعة سبعة زائد سبعة يساوي أربعة عشر أكتب العدد أربعة وأعيد تجميع أيضا العدد واحد في منزلة المئات إذن هنا استخدمت البطاقة رقم أربعة بقي لدي جمع المئات واحد زائد واحد يساوي اثنان زائد أربعة يساوي ستة استخدمت البطاقة رقم ستة وبهذا يكون حلي صحيح لأن استخدمت جميع البطاقات بطريقة صحيحة